أحسن الله إليكم سماحت الشيخ يقول السائل أرجو تقديم نصيحة لمن يطلق بصره في النساء السافرات في الأسواق وغيرها وكيف السبيل إلى غض البصر وما معنى أن للإنسان النظرة الأولى وجزاكم الله خيرا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا هروجا ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعوا وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن هروجهن قضوا البصر أن تكفه عن النظر إلى ما حرم الله وهذا باستطاعتك استطاعتك أن تغوض بصره لا يكلهك الله إلا ما تستطيع استطاعتك أن تغوض بصره وأما لك النظرة الأولى التي غير مقصودة النظرة غير المقصودة إذا وقع نظرك من غير قصد على أمرأة فالنظرها الأولى هذه معفوة لأنها ليس باختيارك أما إن كررت النظر وعدت بعد ذلك تكون مؤاخلا لأنك تعمدت النظر ففيه فرق بين النظر المتعمد والنظر غير المتعمد ويسمى نظر الفجأ أو الفجاه